أهلا بكم على مدار أكثر من سبعين عاما مثلت مدينة جينين نقطة فاصلة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حيث ينظر إليها الاحتلال بأنها المعقل الرئيسي للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وبؤرة للفصائل التي يأتي في مقدمتها كتيبة جينين التابعة لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب القدس التابعة لحركة فتح وبعض الكتائب التابعة لحركة حماس تأسست مدينة جينين الفلسطينية عام 1953 شمال الضفة الغربية المحتلة لإواء الفلسطينيين الذين نزحوا عن منازلهم عقب النجبة عام 1948 ليصبح المخيم واحدا من أصل 19 مخيما للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية تأسست كلها في تلك الفترة منذ ذلك الحين شهدت جينين أحداثا مهمة لعبت دورا بارزا في مصاري الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال العقود الأخيرة ومن أبرز تلك الأحداث حصار إسرائيل للمخيم في إبريل عام 2002 بنى الانتفاضة الفلسطينية الثانية وهو ما وصفه الرئيس الراحل يسر عرفات بجينين جراد دلالة على سمود المخيم ونسبة إلى حصار ستالين جراد الروسية في عام 2021 عاد جينين إلى الواجهة مرة أخرى في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وذلك بعد ظهور حركة مقاومة جديدة تنتمي للفصائل الفلسطينية أطلق عليها اسم كتيبة جينين والتي شكلت بهدف مقاومة الاحتلال في جينين وبعض الملاطق في الضفة الغربية إلى عام 2022 أصبح جينين أحد الأهداف السياسية العملية لعملية كاسر الأمواج التي أطلقتها إسرائيل لوقف العمليات العسكرية التي تنفذ المقاومة ضد قوات الاحتلال ما استدعى توغلا إسرائيليا كبيرا في المخيم الفلسطيني في يوليو من عام 2023 أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية استهدف فيها مخيم جينين بهدف رضع المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية تحديدا في وسط والشمال عملية تسببت في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين واليوم تشهد جينين فصلا جديدا من فصول الاستهداف الإسرائيلي للمدينة الفلسطينية وذلك بعد أن توغلت قوات الاحتلال في جميع أنحاء المخيم بهدف القضاء على المقاومة وهو المسعى الذي يقوم به الاحتلال منذ عقود وحتى الآن رغم تنفيذ الاحتلال عشرات الاختيالات واعتقال المئات من المقاومين في جينين إلا أن المدينة الفلسطينية مثلت ولا تزال نقطة مهمة ورئيسية في مقاومة العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية التي تعاني أيضا منذ السابع من أكتوبر الماضي من عمليات عسكرية راح ضحياتها الألاف من الشهداء والمصابين بتوازي مع الحرب على قطاع غزة